السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده نشوف ازاي نتعامل مع الزون. الزون عبارة عن مجموعة من الاسباس. اللي ربع من بعض بيكون بتاخد من نفس الحسابات أو كده. فهي اول حاجة بعملها ان انا يكون عندي الاسباس. فلو في اسباس نقصة. بحطها كون يكون الاسباس موجودة. تمام. ممكن اعلم على بلاس اسباس سيطماتيكلي بحيس ان لو في اي مكان بش معمول الاسباس يعمله. تمام. اللي بعد كده ان انا هبدأ اعمل الزون. بس قبل ما اعمل الزون هاجي هنا في الكلر في الليجند. تمام. وهبدأ احط الليجند بس هخليها اتشفاك زون. انا عندي ثلاثة اختيارات. روم دي اللي هي الغرف المعمرية. اللي هي نفس الغرف المعمرية بس بقى فيها معلومات الكهارو ميكانيكال. والشفاك زون اللي هي عبارة عن مجموعة من الاسباس. هاختار اتشفاك زون واقول له رتبهم لحسب الكلينج لود باي زون. وقدر اعمل اكتر من واحدة. تمام. هقول له اوكي. تمام. هو بدأ يشوف الزونات وقدر اتبعها. طيب. خلينا نعمل احنا الزونات. نشوف نعمل الزون. هقول له زون. هقول له. اختار مثلا الزون ديت. تمام. هسمي الزون دي مثلا. اكس. اختار مثلا الاسباس ديت. والاسباس ديت. والاسباس ديت. كل دول في نفس الزونا. تمام. لو هي موجودة في زونة تانية هيديني رسالة خطأ يقول لي خلي بالك انت بتاخد اسباس من زونة تانية. تمام. خلي بالك هو حتى الان مفيش حسابات. لسه لما نجي نعمل حسابات من انالسيز. اعمل ل... الحسابات يت peanzenلون. وسوف تبدأ تظهر الارقام ديت انها اتواح وانا بقول لي المكان هات قضرته حتى الان ده. ol — plus o — plus o — plus a — plus a. longer accurate. كل ما بتزود اسباس بيبدأ الارقام بتزيد لا انه انت بتزود في الاروقات، أنه يوجد الارقام بنزيد. ممكن تقول له remove space لو انت عايز تحزف اي سباس هنا السيرفز طيب اللي هيتحسب عليها الزون ديت تقدر تختار مثلا الهيتنج اندي اثر روم اندي هتحسب بالفين كويل سيستم الكويل باي باس قد ايه حسب حساب بتاعتك الكولينج انفروميشن درجة الحارس اللي زي ادئي كولينج air temperature ادئيه الهيتنج انفروميشن الoutdoor air information هل هتحسبها from space type ولا from zone بتقدر تطول مثلا حسبها ليه دخل في حسب تمتلك outdoor air person outdoor air aah bare area versions bare hour بحيث تكون محدد طريقة الحسابات بعد ذلك سأقوم بإخدام الزون لو أريد أن أعدل في الزون سأقوم بإخدام الزون سأخطر أي زونة فيهم و يدخل الحسابات الغالثة ما سأقوم بإخدام الزون كل ما تعمل زونة و تديها الاسم يبدأ هو يدك تبع الأرقام دية والأرقام دية تقدر تعدلها في أي وقت مجرد أن تقوم بعمل سيليكتا عليها و تقوله edit scheme وتقدر تقول له لا ما تحسبها ليس بكالكوليتكولينجلود كالكوليتكولينجلود كويلابيباس كما أنت عايز طيب اللي هون دهاتي عايز اظهر الزون هقول له VV وادخل هنا هلاقي عندي HVAC ZONE اعمل عليها علامة وقدر ادخل هنا اقول له انا عايز مثلا الانتريور فيه اللي مثلا تبقى موجودة فهيبدأ ايه لون لي الزونات بتاعتي تمام بحيث تعرف اي الزونات اللي موجودة وتقدر تعمل عليها سيليكت بسهولة جدا تقدر من هنا تقول له انا عايزه مسلا يتغيره بالاسمي مسلا بالشكل دوت فهيبدأ احسبها لي وتقدر تعمل سيليكت حاليا على اي زونة وتشوف الحسبات بتاعتها دي الاسميس لوكت جنبيها الرو هتلاقي كل الارقام بتاعتها وفي حاجات تتحسبت قبل كده فالارقام بتاعتها موجودة تتحسبت ازاي ان انا جيت هنا من انالسيز وقالت له هيتنج اند كولنج رود وقالت له احسب لي كالكوليت تقدر تعمل كذا ريبورت فيه ثلاث انواع من التقارير الخاصة بالزون من ريبورت طيب هتلاقي فيه نوع مختصر فيه نوع مختصر جدا فيه نوع بيبقى شامل كل حاجة لاحظو هي نوع جدولة البروجيكت ات Orange تكون ً الاسبانت والفواهي بالدور العادية الفيسيز بتاعت البروجيكت سيلفر اسباس ترارانت المسموح بيه البيلدنج انفلوب اللي عندك البيلدنج سيرفز الاسكماتيك طيب الروبورت طيب سيمبل ولا تساندرد والدتيلز هنا تبدأ تتكلم على اسباس اسباس تقدر تحدد كل اسباس فيهم وتقدر تشوف المعلومات اللي فيها كل واحدة فيهم تشوف الخصاص بتاعت الليتنج انفرميشن والاوتدور اير انفروميشن الناتك سيرفز وتقوله كالكوليت بيبدأ يحسب كل الزون ويبدأ يدخل يعمل كالكوليتت لها تقدر تصيف الفيو اللي احنا عملناه دوت وتدله اسم ان هو ده خاص بالزون تمام بحيث ان هو يبقى يتبع وبخاص بان انت تعمل لوحة للزون والريبورت طيب تصيف بحيث لو طلب منك حاجة مختصرة تقدمها لو طلب منك حاجة فها كل المعلومات تقدر تقدمها اشتركوا في القناة